اشتركوا في القناة كلما كان العمل صعبا كان التعاون حلا للقضاء على تلك الصعوبة كما أنه ينشر روح المحبة والتعاطف بين أفراد المجتمع فيسهم في تماسكه ويزيد من قوته فيسعى الجميع إلى التطور والإزدهار وهكذا يحقق الفرد مع الجماعة أفضل مما يستطيع تحقيقه بنفسه فالرسول صلى الله عليه وسلم يقول يد الله مع الجماعة ويقول سبحانه وتعالى وتعاون على البر والتقوى ولا تعاون على الإثم والعدوان طيب عندنا نموذج ثاني حول التعاون والعمل التطوع إن العمل التطوعي واجب اجتماعي فلنساهم جميعا فيه حتى تكون الفائدة عامة وتكون ثمرة العمل نتيجة مجهود الجميع فلنلب النداء ولنستجب للدعوة ونضع اليد في اليد امتثالا لقوله تعالى وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان هلموا جميعا مشمرين على سواعدكم حاملين أدوات التنظيف المختلفة من أجل إعطاء وجه جديد مشرق لمدينتكم حتى تستعيد جمالها الأخاذ وبريقها اللماع فالنظافة من الإيمان وجدير بالمؤمن أن يكون نظيفا طاهرا لأن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول نظفوا أفنيتكم ولا تشبهوا باليهود فكونوا في الموعد كرجل واحد حتى تغير وجه المدينة وتزيل عنها الغبار وتطهرها من مختلف القاذورات فتشرق عليها شمس السعادة والنقاوة بارك الله فيكم لا تبخلوا علينا بإعجاب وجامل الفيديو كذلك الاشتراك في القناة وصلي اللهم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك ربي وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله ترجمة نانسي قنقر